خيرا نحط كده عنوان لطيف الاقتصاد لا يدرب الشفافية المطلقة وده ظن مش في محله انه بعض الزملاء الرائعين والرائعات الاعزاء والعزيزات وده بجد مش الظهر كان عندهم رأي انه لازم نعرف من الحكومة الخطوات الاقتصادية اللي الحكومة والقرارات الاقتصادية الحكومة مقبلة عليها كي تطمئن القلوب وده قول حق ويرادوا به الحق ولكن ده خطأ يعني انه لازم نطمن الناس ده حق المراد هو المزيد من الطمئنة لي نحن كابناء هذه المهنة والمزيد من الطمئنة للجماهير ان احنا نبقى فاهمين يبقى فيه شفافية انا من انصار دايما انه بالتأكيد يجب ان تكونوا هناك شفافية وانا يمكن اتكلمت في الموضوع ده قبل كده حاول انه لازم الحكومة تفهمنا احنا مقبلين على ايه والدنيا ماشي ازاي لكن فيه فرق يا جماعة وانا بقول الكلام ده النفسي وبقول الكلام ده الزميلي وبقول الكلام ده لحضراتكم علشان ما نتخدش كلنا في حتة كده ونمشي فيه سياق غير سليم لا الاقتصاد لا يدار بالمصارحة المطلقة ابدا وعمر ما حصل ان الاقتصاد ادير بالمصارحة المطلقة لا في مصر ولا في غير مصر فيه حاجة اسمها قرارات اقتصادية لا يجب ان تعلن لانها ان اعلنت تسببت في مصيبة يعني هضرب لك مثل مثل ده كان بيحصل زمان الحكومة او الدولة فيه مرحلة من المراحل فترة من الفترات ستينيات وسبعات قبل ما نبدأ الدول تخش فيه مراحل ما يطلق عليها العولمة والاتفاقات الشراكات التجارية الكبرى زي جات وما الى ذلك فكانت الدول ويمكن كم منها مصر وكنا بنعمل كده كتير يجي يقول لك ايه فيه قرارات اقتصادية قريبة بوقف استيراد بعض السلعة تسريب المعلومة دي في حد ذاتها انه الحكومة هتوقف استيراد السلعة الفلانية يؤدي الى ايه يؤدي الى انه مستورد السلعة يلحق يخزن منها او تاجر السلعة يخزن منها كميات كبيرة جدا زي بتطلع السلعة دي تطلع سواريخ تطلع ابر خياطة مش مهم خزن كميات كبيرة وحطها في المخازن تطلع القرارات بوقف الاستيراد من هنا يبقى الراجل ده سلعة بتاع تغلى من الذهب دي اسمها قرارات اقتصادية غير معلنة ولا يجب اعلانها لانها تؤدي الى كارثة بتؤدي اليه كوارث تضخمية فما فيش حاجة في الدنيا اسمها الاقتصاد يدار بالمصارحة لا الاقتصاد لا يدار بالمصارحة الاقتصاد يدار كاقتصاد يعني ايه يدار كاقتصاد يعني في حاجة كده اسمها العرض والطلب طب ده مفهوم الناس بتتصور يقول لك والاقتصاد ايه غير عرض وطلب demand supply لا هو الاقتصاد مش بس كده الاقتصاد في حاجة اسمها scarcity الندرة مثلا يعني يعني هو الدهب غالي ليه لأنه نادر الألماص غالي ليه لأنه مفترض برضو أنه نادر وهكذا في حاجة اسمها الندرة في حاجة اسمها الالوكيشن أو resource allocation resources allocation ده اللي هو إزاي أقدر أوفق مواردي أحرك الموارد بالطريقة دي أحرك في الحتة دي والله الموارد بتاعتي أفترض أن أنا بأخد 100 جنيه فده الموارد بتاعتي الموارد بتاعتي الموارد جنيه دي بقى أصرفها على الايه منع عندي أوجه إنفاق كتيرة يبقى أنا بأخد الموارد جنيه دي وأبدأ أقول والله آه ده أنا الأول لازم أجيب أكل في البيت ولازم أدفع الفواتير الرئيسية بتاعتي اللي هي الكهرباء والمية والغاز مثلا وهدفع مصاريف المدرسة طيب لكن ده أنا محتاج أن أنا أحط بنزين طيب أنا هملة تانك ولا أملة نصه ولا أملة ربعه مثلا هنا دي بقى مسئلة إزاي أقدر أحرك الموارد بتاعتي يا وفقة ده الاقتصاد بالمناسبة الاقتصاد كده ما بين العرض والطلب وما بين الندرة وما بين توفيق الموارد ده هو ده الاقتصاد أي حاجة تانية دي ما اسمهاش اقتصاد اسمها أي كلام وزياء التعبير بتاع الاقتصاد إيه غير عرضه وطلب ده متوحش يعني هناك طلب عالي جدا والمعروض قليل جدا فيبقى ده معناه إن الحاجة لازم تبقى غالية جدا لا لأنه في حاجة اسمها resources allocation إزاي أقدر أحاول أخلق شكل من أشكال التوازن ما بين العرض والطلب هنشتري قد إيه وإيه اللي ممكن ما نشتريهوش لأن أنا ممكن ببساطة شديدة ممكن يبقى المعروض عندي قليل الطلب عليه قد يبقى كتير يبقى أنا أقلل من كمية الطلب بتاعتي يعني إيه أقلل من الطلب بتاعي يعني بدل ما أنا بنزل بشتري 3 كيلو أشتري كيلو واحد فأقدر أخلق شكل من أشكال التوازن ما بين العرض والطلب هل هو ده التوازن المطلق؟ لا ده شكل من أشكال التوازن هل الحكومة مفترض أنها تطلع تقولي كل قراراتها المقبلة عليها إيه؟ لا طبعا مش كل النفوس زي بعض فأنت لك أنت تصور أن لو في قرارات سرية ما أو قرارات مصيرية ما الحكومة تطلع تقولها اللي الحكومة مطالبة بي أنها تحط لنا الخطوط العريضة اللي هتتحرك فيها بس زي ما في الضبط كده أعلنوا عن موضوع المناقشات والمباحثات اللي بتتم مع صندوق البقد الدولي وأنه حصل اتفاقات مبدئية وأنه هما ماشيين في اتجاه معين وأنه ممكن يتم صرف كذا وممكن يحصل كذا دي كلها عبارة عن إيه؟ خطوط عريضة لكن إيه؟ احنا إن شاء الله هنقوم بإجراء التعويم اليوم الفلاني الساعة كذا في الشهر كذا يا سلام وتبقى هي دي بقى كده المصارحة المطلقة انت عارف لو الحكومة قالت إذا كانت ناوية تعوم أصلا تعارف إنها لو كانت ناوية أصلا تعوم ورحت أيلالنا معادة التعويم اللي هي هتعمله يوم إيه؟ شهر إيه؟ انت عارف ده يعمل إيه في سوق العملة ولا إيه؟ يا جماعة يا جماعة لو سمحته لو سمحته مفيش داعي إن إحنا ناخد بعضنا مش هقولك ناخد الناس ناخد بعضنا ونمشي في اتجاه بحسن نية يلبسنا في الحيط يعني فيه أمور جميلة بتحصل نتسى إن هذا كنت قاعد عمال أقرأ خبر إنه الدكتور مصطفى مدبولي قاعد مع شركة من شركات تصنيع السيارات الكبرى في ألمانيا إن لم تكن الكبء الأكبر على الإطلاق أو الأشهر على الإطلاق أظن حضراتكم وفاهمته وبدأ يتكلم معاهم على خطوط الإنتاج بتاعتهم وإنه يبدأوا ينفكر مع بعض أخد بالك بقى شوف الكلام هنا إيه نفكر مع بعض في إزاي نقدر احتمال نصنع العربيات بتاعتهم بس الكهرباء إنهم بيصنعوا عربيات هنا بالمناسبة يصنعوا العربيات الكهرباء هنا في مصر هنا ده خط عريض إيه التفاصيل بتاعت المناقشة لا إحنا مش مطالبين نعرف ولا الحكومة مطالبة إنها تقول لنا إيه تفاصيل المناقشة بالزبط اللي حصلت ما بين الدكتور مصطفى مدبولي والجماعة الألمان على موضوع خطوط تصنيع العربيات الكهرباء بتاعتهم في مصر خالص ليه؟ لأنه بمنتهى البساطة لسه شوية لسه الناس بتتناقش بتتكلم الجيد في الموضوع كله إنه فيه أخد ورد مع واحدة من أكبر شركات العالم في تصنيع السيارات إنها تفتح خطوط إنتاج سيارات كهربائية في مصر كلام بيتقال لسه مناقشة مفاوضة بنفكر مع بعض زي ما بتأكده بصوت عالي رئيس الحكومة يروح بنفسه يقعد مع الناس ده شيء رائع بالمناسبة وإحنا مسكونا لسه أول مبارح بننتقد الحكومة بس النهاردة بقولك ده شيء رائع وده شيء رائع ليه؟ مش بس علشان رئيس الحكومة بنفسه اللي بيحضر المفاوضة لا عشان الشركة الكبيرة جداً قوي خالص دي بتفكر في الموضوع لأنه ده معنى أنه المستقبل الاستثماري والصناعي ومن ثم الاقتصادي لهذه البلاد ليس داكناً معتماً أسوداً مظلماً كما يحب بعضهم أن يشيع وبعضهم دول كثر كثر من القريبين والبعاد وهذا كنت متنقش مع صديق عزيز جداً ليه فبنتكلم على أنه زمان مصر في فترة الستينيات طبعاً في وقت الزعيم الرحل جمال عبد الناصر لا أحد يستطيع الإنكار أنه كان فيه خوف حقيقي من جمال عبد الناصر طب بيخافوا من جمال عبد الناصر ليه عشان كان عنده مشروع كبير جداً لمصر بخلاف المشروع التحروري في إفريقيا مثلاً بخلاف دعمه للتحرور في أمريكا اللاتينيات مثلاً بس كان عنده مشروع كبير لمصر مشروع مهم مشروع أنه هدعمل لازم طاقة ويبقى فيه عندنا فوائد من الطاقة ركز في الكلام كده فوائد من الطاقة فجمال عبد الناصر قال هنعمل السد العالي وعاوزين نعمل مشروع نووي يا سبحان الله العظيم هو اللي بيفكروا كلهم فإن مصر يبقى فيه عندها فوائد من الطاقة فتقدر إنها تاخد خطوات عملاقة في التصنيع بيتحاصروا زي ما جمال عبد الناصر رحمة الله عليه اتحاصر هنصنع أسلحة في مصر قال لا ده نفس القصة هعمل قاعدة صناعية كبرى في مصر قال لا ده نفس القصة أنا عايز أوسع الرقعة الزراعية بتاعت مصر ده نفس القصة يمكن زي من راحل جمال عبد الناصر كانت لهجته حدة وشديدة حبتين ويمكن كان في بعض الأحوال لهجته بتبقى عدائية حبتين ثلاثة كمان ويمكن ده الفرق ما بين زمان ودلوقتي عايزك تقعد تبص كده قال لا ده احنا عندنا فخامة الرئيس السيسي عنده مشروع كبير للطاقة في مصر عنده مشروع كبير للتصنيع في مصر عنده مشروع كبير للتصنيع العسكري في مصر ما كانش بقى المصطلح ده موجود زمان عنده مشروع كبير لنقل وتوطين التكنولوجيا في مصر وتكنولوجيا تصنيع التصنيع وما كان السي أن سي اللي ما بيطلعش لأي حد مش سي أن سي بتاع الخراطة لا السي أن سي كبير اللي بجد السي أن سي ده مكن بيشتغل بلغة برمجة معينة شديد الدقة لدرجة انه تقريبا تقريبا زيره خطأ طب ايه المكن ده؟ المكن ده هو اللي بيصنع مكن التصنيع يعني مكنة السي أن سي الكبيرة طبعا بتصنع المكن اللي بنعمل بي بلوكات المطور والقطع الدقيقة اللي في مطوراتها العربيات وايا كان مثلا يعني والطيارات والمشاء فالرئيس عايز ايه؟ عاوز يبقى مصر فيها المكن اللخم بتاع السي أن سي اللي هو مكن التصنيع تصنيع التصنيع عاوز يوطن التكنولوجيا في مختلف المجالات عاوز ينق المصر نقلة رقمية واسعة جدا عاوز يعمل قاعدة صناعية شديدة الاتساع والعمق عاوز يوسع الرقع الزراعية إلى أكبر حد ممكن تستوعبه مصر أو تتحمله مصر بقدرتها طيب عاوز ايه؟ ده عاوز يعمل طاقة عاوز يصدر طاقة للناس عاوز كده؟ ده الراجل بدأ بيعمل شكل من أشكال الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات والسلع وما إلى ذلك ده الراجل بتاعنا عامل لنا صوامع راجل بتاعنا عامل لنا مجمعات لتسليل الغاز الراجل بتاعنا عامل لازم تقعد تفكر كده هو مين قبله قرر أنه يخترق البحر المتوسط ويعمل ترسيم للحدود الاقتصادية فلاقي ثروات موجودة كانت وكأنها أرصدة مجمدة لنعلم عنها شيء أنت عايز الراجل يفكر في كل ده ويحلم بكل ده وياخد خطوات في تنفيذ كل ده والعالم يقف يتفرج ليه هو أنت متصور أن العالم بيحبنا وبيموت فينا؟ أبدا لا فيه ناس بتحبنا مما لا شك فيه فيه ناس ما بتطقش في سيرتنا مما لا شك فيه فيه ناس تتخوف من القدرات المصرية ليه يا عامل يتخافوا من القدرات المصرية ليه؟ أقولك لا مش عشان ناس عبيطة ولا حاجة بص عواصم القرار في العالم عارفة أن احنا دولة لا أطمع إمبريالية ولا استعمارية لها على الإطلاق لكن بيخافوا من إيه بقى؟ يخاف أن مصر تكبر بيخاف أن مصر تكبر ليه يا يوسف طالما أن مصر مش ناوية أنها أو عقيدتها مش معتمدة على فكرة التوسع في الأراضي اللي حواليها ولا أنها تستغل ثروات حد ولا تنهب مقدرات حد ولا تتدخل في شؤون حد آه، لأنه مصر وهي قوية اقتصادياً، صناعياً، تقنياً، علمياً، عسكرياً، سياسياً، ده معناها أن كل المنطقة العربية تلتف حوالي مصر وتتشبث بها تشبث الطفل بأمه ومصر طبعاً كما جرت العادة عمرها ما خيبت ظن حد فيها وطالما احتضنت كل العرب طول عمرنا فيبقى إيه بقى؟ ده معناه أنه المنطقة دي عندما تصبح كلها واحد بمركزية اسمها مصر، مركزية مصرية كده يبقى ده معناها أنه إحنا ما فيش حد بعد كده هيتحكم في اقتصادنا كمجموعة عربية فيش حد هيتحكم في موادنا الخام وياخدها برخص التراب فيش حد هيملي علينا شروط فيش حد هيفرض علينا يصدلنا سلاح بالعافية مفيش حد هيفرض علينا عدم تنويع مصادر السلاح مفيش حد هيفرض علينا أنماط اقتصادية محددة مفيش حد هيفرض علينا اتفاقات مفيش حد هيفرض علينا معاهدات مفيش حد هيفرض علينا تعاقدات حتى خالص ليه؟ لأن احنا أقوية بلد قوي جمع العرب كلهم أصبح فيه عندنا اقتصاد مشترك مش منتكلم على أنه اقتصادات ما تسيح في بعضه هنبقى اتحاد فدرالي مش هيحصل يعني الولايات العربية المشتركة دي مش هتحصل ولا الولايات العربية المتحدة سيبك من الأحلام الخمسينية والستينية دي خالص ده مش حقيقي ومش هيحصل ومش وقعي خالص يعني أحلام رومانسية حلوة وجميلة فليكن مكانها يعني الروايات الواقع مش كده أو بالأدق ما بقاش كده وما بقاش ينفع إنه يبقى كده خالص بعيد عنده تظل الدول هي نفسها بإذن الله زي ما هي ده اللي بنتمناها تخلوا صالنا لحد فيه يا رب بس تفضل الترتيبة كده الحدود تفضل زي ما هي كده الشعوب تنعم بهدوء والسلام لكن في النهاية هيبقى فيه عندنا بالتأكيد اتفاقات اقتصادية عربية أعبق وأوسع من ذلك اتفاقات لرفع الحواجز الجمهوركية ما بين الدول العربية كلها مثلا تخيل بقى هنا دي الأحلام اللي فيها المنطق القبلة للتحقق في حال إنه مصر وقفة مش وقفة عن رجليها واخد حجمها الكامل البعض يقولك مصر تطفو يدوب كده فتحت مناخرها تبقى معدية المية تتنفس والبعض يقولك ايه غرقها شوية وقويمها تاني الأسوياء يقولك يا جماعة ما ينفعش المنطقة تستقيم أمورها ولا يبقى الهائمة حقيقية قدامها قدام العالم غير بمصر بالمنطق شوفوا كده كل مرة حصلت مشكلة كبيرة في مصر اتفرج على منطقة عاملة ازاي خدنا حجمنا الطبيعي اتفرج على العالم بيتعامل معانا ازاي بمنطقة الحذر يا جماعة العالم بيعرف لغتين ما لهمش تالت يا مصلحة يا قوة طب وعنديني هنا في مصر الحاجتين نمتلك القوة ونمتلك المصالح بس احنا نايمان محتاجين ايه ان الـ 22 دولة دول يفهموا او يتكلموا نفس اللغة وهنا اللغة مش اللغة العربية هي لغة مصالحنا المشتركة وانه العالم لا يريده لنا او لا يريد مننا الا انه هو ينهب في صرواتنا ويتحكم فينا فاحنا عايزين نتكلم اللغة بتاعي لا تنهبني ولا تتحكم فيها احنا شركة جوه نظام عالمي متكامل وكلنا على قدم المساواة ونتعامل بالندية مع الكل